الإعلانات الموجودة في كل مكان لك رأي فيها كجهاز تنسيق حضاري؟ يعني حجم الإعلانات ارتفاعها، شكلها، وجودها؟ إحنا كان الجهاز وضع قصصه معايير وضع الإعلانات في الفراغات العامة ودي كانت دليل مهم جداً أن حدد المقاسات الإعلانات اللي يتحطى على الطرق الخلوية، الإعلانات الداخلية حتى إعلانات المهن اللي بتتحطى على وجهات الإعمارات ممنوعة وتتحط في مكان محدد، وعملنا هذا الدليل ولكن صدر قرار بإنشاء جهاز آخر معني بالإعلانات وأصبح دلوقتي لغى اشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وأصبح النهاردة في جهاز آخر معني بالإعلانات فقط هو جهاز تنظيم الإعلانات في الفراغات العامة طب إيه سلطاته؟ هو اللي بيحط الضابط بتاعت الإعلانات النهاردة يعني يضعها وينفزها وينفزها فإن يعني إن أريد الاعتراض على هذا، إن أعترض فين؟ ما هو ده الجهاز اللي بقى هو ده الصاحب الأسوريتي إنه يضع اشتراطات وضابط يعني محدش يقدر إنه هو يعترض عليه؟ لأن إحنا شايفين مثلا إعلانات أحجام يعني لا تليق بمثلا تساع الشوارع أو فوق الكباري أو أو فيعني لها رؤية فنية أيضا لها أكواد المفروض تلتزم بيه إحنا كنا حطين ده وكننا بيعني بنطبقها ولكن بقى النهاردة فيه قرار بتشكيل جهاز آخر خالص معني بنوضوع الإعلانات ده فقط